أهلا بكم في أول حلقة الإسبوع أو في بداية الإسبوع والحقيقة الحلقة مليانة موضوعات من الموضوع المؤلم والمحزن التراشق البذيء اللي وصل ما بين إعلاميين أو قادة رأي من الخليج وبعض الإعلاميين المصريين الخلافات المصرية الخليجية وبالذات بين مصر والسعودية بتتفاقم يوم وراء يوم المشكلة إن الموضوع ألب على شرشحة يعني خد طابع الشرشحة وخد طابع الشرشحة من ناحية المصريين أكتر مش من ناحية السعوديين يعني لما تتابع تلاقي النقد الخليجي من قادة الرأي الخليجيين في منطقة يعني لو جبت كلامي للإخوة في الخليج على مصر تلاقيه في منطقة هو واحد يطلع يقولك أنا ديتك فلوس كلم حكومتك أنت عندك مشكلة في الجيش أنت عندك مشكلة مع حكومتك ما تاخدش مني فلوس تاق يعني بيكلمون كده بينما من المصريين طلع بقى اللي قال لهم ده أنتوا لقام وأنتم مش عارف إيه لأن السيسي بيأجر صحفين شرشيح فانتقلنا من التهديد يعني الهجوم المصري على الخليج كان نواخد ثلاثة اتجاهات خط التسول ابعتوا لنا الله يخليكم فلوس هنموت الخط التاني أنا بتكلم على الإعلاميين مش بتكلم على الشعب الخط التاني التهديد بتاع عماد قديم بأن المصريين هيعدوا البحر الأحمر ناعة الخليج ويأكلوكم الخط التالت بقى شرشحة رئيس تحرير جريد الجمهورية اسمه عبد الرزاق توفيق اللي قفز بقى من خانة النقد السياسي إلى خانة الردح السياسي وتجاوز يعني الحقيقة بشكل غير مسبوك لا هو شكل ما حصل قبل كده هنيجي دلوقتي في حق الإخواننا في الخليج وصفهم بالحفاة الرعاة وصفهم أصفوا حش جدا أنا بعتذر أنا بقولها دلوقتي اللي إخوة في الخليج كلهم في مقال أقل ما يقال عنه إنه مش مقال إنه دي بزاقة وفين في من رئيس تحرير جريدة الجمهورية اللي هي جريدة حكومية بلا شرف وحفاة عراء وأغزام هجوم شرس من رئيس تحرير صحيفة حكومية من الصعر السعودية ده ده عبد الرزاء ده رئيس تحرير عينه السيسي اسمه عبد الرزاء رئيس تحرير في مقال مطول اسمه الأشجار المثمرة وحجرة اللئام والأندال وطبعا كان لازم يطب للسيسي شوية وبعدين يقول بقى لذلك كان برى إعلام هذه الدول في الهجوم والإساءة لمصر فرغم ضئالة هذه الدول التي تعاني من الهشاشة البشرية والحضرية والتي أصبحت في غفلة من الزمن تحمل اسم دول تخيل الكلام هشاشة ليه 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 الدول دي هشاشة الدول قوي جدا دي دول بتوقف أمريكا على رجل ده محمد بن سلمان ده اللي أنا بكرهه بيوقف أمريكا على رجل هشاشة جبتها منين هشاشة دي واللي هو الراتح خد حق معك يعني وتساءل لماذا لا تثير لماذا تسير لا أدري لماذا تثير قوة الجيش المصري العظيمة وقدرته وجنودهم وأحقادهم وحالة مرضية من الحزيان مين اللي متداء من الجيش المصري ده على اعتبار ان الكويت عايزة يبقى عندها جيش زي مصري يعني ده على اعتبار ان السعودية بتغير مننا من الجيش بتاعنا ده عادي تقدر تأجاره عادي يعني ده الجيش بتاعنا للإيجار عادي يعني يعني جيش المصري ده للإيجار أصلا عادي السعودية تأجاره ايه مشكلة يعني ايه مشكلة خدم الكويت في ايه اه صح نسيت حرر الكويت ختمن ابض احنا هننسى بترجعوا الكلام يعني الجيش المصري هيغيروا منه في ايه يا خي تب يغيروا من السينما المصرية يغيروا من الثقافة المصرية يغيروا من الهرم انما الجيش وقال لك وفي كلمات مهينة لا يجب على الحفاة العرار الذين ارتدوا افخر الثياب مؤخرا التطول على مصر زينة وام الدنيا بتاريخها ومستقبلها وحضرتها وانتصارتها وامجدها ورجالاتها ورموزها وشعبها العظيم ليس من حق خلينا نقفل معلش يعني همين الحفاة الرعاة الذين ارتدوا افخر الثياب ده انت يعد اتحداك يا عبد الرزاق انت وكل زميلك لو السفير السعودي في مصر بعتلك دعوة لحفلة في بيته هتكون اول واحد عواف على الباب ويامل السفير احمد القطان عنده من الاسرار والفضايح والجرس هبل السفير الكويتي في مصر لو بعت لده للحشرة ده وقال له انا عمين حفلة يأ يأخا السفير الكويتي انا رحل الحفلة عند السفير الكويتي ليه ليه الحفاة العراض اللي تطول بعدين مين فيهم تطول على مصر هاتلي جملة لواحد خليجي فيديو تطول فيه على مصر ما حصلش كذاب انت كذاب الناس انتقرت الوضع انتقرت انك انت عايز تاخد فلوس قالت لك قالت لك روح يشوف حكوماتكم لم يجرؤ بالعكس ده كلهم كانوا في بداية كلامهم يقول لك مصر ام الدنيا ومصر ليها فضل ومصر يا عم هاتلي ضحي خلفان اللي انا اصلا مش طيقه يا راجل مغلتش في مصر بحرف حتى الاستاذ علي الكويتي كاتب الكويتي مغلتش ده اول بدأ المقدمة بكلام عن مصر لم يخطئ واحد في اخواننا في الخليج في مصر بينما حضرتك بقى سمتهم الحفاء الرعاة الذين ارتدوا افخم السياد كلام فارغ يا وبعدين يقول لك ايه بقى ليس من حق اللقام والاندال ومحدث النعمة بقول ده على الخليجة ان يتطولوا على اسيادهم سيد مين يا ابن انت سيد مين انت سيد مين لو بالمنطق ده عشان انت يعني كنت عاملت كيف في السعودية اوكي انت سيدهم يعني عشان كان في فترة مصر تحكم جزء كبير من الجزاء العربية تمام جدا لو احنا هنمشي بالمنطق بتاعك ده يبقى التركي سيدك لان التركي حكم مصر فوق 300 سنة لو بالمنطق ده يبقى الانجليز يسيدك لان انجلتار حكمت مصر 75 سنة حكمت مصر وعملت لنا بقى السكة الحديد وعملت لنا كل المفاخر اللي احنا فخرين بها دي دي بتاعة الانجليز لو بمنطق ان انا سيدهم عشان كنت باحكم جزء من الساحل بتاع الجزيرة العربية اوكي تمام لو بالمنطق ده يبقى انت تروح تركي عليك قصر باكنجهام ويبقى تشارلز ده سيدك عيب وبقى انت تصفهم باللقام مين اللي قام الخلايجة اللي قام اللي قام الاندال تابقوا انت ده كده احنا وصلنا محاة سيرة الاب والام بقى عيب عيب الكلام ده يتكتب يوما ما على جريدة حكومية مصرية اه وانا طبعا يعني متفق مع اخواننا في الخليج اللي ده اثار غضبهم جدا الغضب الخليج كان جامد جدا لدرجة اني جريدة الجمهورية مسحت المقال حزفته كما تقول صحيفة العربي اه تحزف مقالة الرئيس تحريحة يهاجم فيه السعودية كما تقول جريدة العربي جديد اهو حزفت المقال وبيقولوا انه هو كان بيشير على المملكة العربية السعودية السعودية اللي تأوي فوق التلاتة مليون مصري الاخ ده قاعد في شرع زكريا احمد لا في شرع رمسيس نسيت مقار جريدة الجمهورية المقار اللي عمل وسامير رجب بالسرقة وقاعد يشتم في السعودية متناسي اني اكبر دخل بيدخل مصر من العاملين في الخارج جاي من السعودية يعني ما فيش فرق بين ده وبين الشرشحة وقادي هوا رحوا منازلين اعتذار للسعودية جريدة الجمهورية معرفش ده المتداول وكان مفروض الحقيقة وزير الخارجية يعتذر سامح الشكر بطوله ده وطويل شوية كان مفروض يتنازل واعتذر لي دولة أو للخليج كله لكن الاعتذار لم يمنع استمرار الغضب مش بس السعودي لكن الخليج كله نشوف كده نائب رئيس أو نائب مجلس الأمة الكويتي وسامة الشهين بيقولي كده نشر اليوم المقال بقلم الدرساك توفيق رئيس تحرير الجمهورية الصحيفة المملوكة للدولة بحسب ويكي بيديا واحد كتابها الكبار بحسب موقعها الرسمي حتى هذه اللحظة وهذا المقال يسيء لبلدنا الحبيبة الكويت يسيء لشقيقتنا الكبرى السعودية ويسيء لشعوب المنطقة يصطنا بالحفاة العرات يصطنا بجذوع نقل خاوية وغيرها من إساءات فقط لأن هذه المنطقة حكوماتها وشعوبها وبرلمانينها أخذوا يتكلمون عن مرورة ترشيد الأنفاق الخليجي ترشيد القروض والمنح والعطيات وعطاء الأولوية للاقتصاد الوطني وللمواطن داخل هذه الأقطار تكلمت عن أربع مليارات مدعا في البنك المركزي المصري تكلمت عن ثلاث مليارات من خلال وزارة الخارجية وحدها ولم أتكلم عن باقي المليارات وباقي الهبات والأعطيات بالتالي ترشيدنا لها هو كما قال أن أبهريد البياطق المطالبة الشاهد حق طبيعي من حقه الحفاظ على موارد وطن هذا برلماني مصري ولكن للأسف بعض الأقلام والأقواه المجورة هنا وهناك تستنكر مثل هذه المطالبة المسروعة وتطالب بالعودة وأن تعود حليمة لعادتها قديما بالأنفاق بلا سبب وبلا مبهن نقول لا اقتصاداتنا الوطنية ومواطننا المحتاجين هم أولى وأيضا أنفاقنا يجب أن يرتبط بمراضي سواء اقتصادية أو استراتيجية على أخطارنا وهذه الإساعة يجب أن لا تثني حكومات المنطقة عن موطفها المنسجن مع صالحها الوطني والمنسجن مع إرادة شعوبها الحرة يا أخي والله كلام محترم جدا وأنا بقول لك طلع لي فيديو واحد لأخ من الخليج من اللي تكلمه شتم في مصر أتحدك ليس دفاعا عنهم بس ده الواقع الناس اتكلمت احنا عندنا فلوس وصرفنا لمصر كتير جدا ودي أولى بينا يا أخي ده هم إخواننا في الخليج اللي انتهى وصفتهم بالحفاة الرعاة دول لو قرروا فجأة يسحبوا الودائع بتاعتهم البنك المركزي قسما بالله انت ما تلاقي تأكل لأن تقريبا نص الودائع نص اللي عندك في البنك المركزي أو أقل من نص شوية ودائع خليجية فأنت ما تفتحش سدرك كده على الفارغ يعني على كلام فارغ يعني نص ودائع أقل من النص حاجات بسيطة من البنك المركزي اللي عندك الدولارات دي ودائع خليجية ده غير الديون التالي اللي عليك يعني فأنت لو الناس دي قلبت عليك والله ما هتلاقي لقمة كلها عيب الإعلامي السعودي علي الزفيري كتب البوست ده بيقول قد لا ينتبه البعض أن ما يقدمونه كشتيمة في مسألة البداوة والصحراء والجمال والفقر ما هو إلا رأس ملنى الوحيد الذي نفخر به ونعتز وبالتالي حين تتصاعد لديهم غريزة البزاء والشتيمة فليبحثوا عما يكون محلا للشتيمة وليس العكس وهذا من باب المساعدة على فئل الشيء ناجح ولمرة واحدة فقط أما الأستاذ الناشر الأستاذ نوان في القديمي فكتب بيقول السلطات المصرية تتبنى لا سويا مين ده السلطات أنا معايا الأستاذ الناشر السعودي بيقول السلطات المصرية تتبنى دائما سياسة الدين بدون سؤال وإلا هاجتمك في بلد لا يعين فيه عامل مقهى بجريدة حكومية سوى بعد موافقة أمنية في البلد دي يقوم رئيس تحرير هذه الجريدة بوصلة شتائم عنصرية قبيحة لدول الخليج وشعوبها وتاريخها يعني المطلوب ادفع وانت ساكت لا كلام حقيقي اللي قاله السيد نواف كلام حقيقي جدا ادفع يعني انت كأن مصر دي مسكة واحد مسك مطوى بيثبت الخليجة تدفع ولا هتدفع ولا غزك هتدفع ولا جيب لك واحدة شرشوحة النائب الكويتي ناصر الدولة قال بيقول حن نحن لم نحضر اجتماع ابو ظبي فقط السبب ليه وهل هذا التصعيد من جانب الاعلام المصري سيكون محل مباحثات وزيري خارجية الكويت والسعودية على العموم ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا حتى الامارات صديقة السيسي طلعت انتقلت على لسان عبدالخالق عبدالله مستشار محمد بن زايد طلع قال الكاتب والاعلام الخليجي اعقل من ان يرد على هذا الرتح سدق فضحتونا في كل حاجة الله يخرب بيوتكم الله يخرب بيوتكم والبيوت اللي جنب بيوتكم بيقولك الكاتب والاعلام الخليجي اعقل من ان يرد على هذا الرتح الرخيص لرئيس تحيلي صحيفة الجمهورية فمصر اللي هي يعني ام الدنيا عزيزة على قلوبنا وشعبها الكريم شوف الكلام فرّج المصحف احنا شرشيح وشعبها الكريم له مكانة خاصة في وجداننا ولن يجد من هو احرص على استقراره وازدهاره واستعادة عافيته من دولنا هذا كلام محترم جدا رغم انه صادر من الاخوة الاخوة بتوع السيسي اللي راحين يقولوا بلا شرف وانا مش عارف ايه وكلام فارغ من ده طيب انا بس عايز اقول لكم اني حتى الناس يعني بصوا حضرات حتى انه ونبس عشان بستعرفوا النابي لواريك البتاعة ده شوف الفيديو ده شوف الفيديو ده يعني انتو لما كاتب زي عمال الدين قريب يهدد الخليج اللي هو اصلا اعمال الدين قديب يعني لحم كتافه من خير السعودية لما يهدد الخليج بانه اذا مصر حصل حاجة الشعب يطلع يقول لكم طب انت لما واحد يقول كده ويطلع رئيس سعيد الجمهورية يسخن قوي فيقول الحفات والعراء اللي قاموا الحاجات دي ما بقى لك بمواطن العادي النتيجة انه يطلع مواطن عادي هيكلم كده يعني هيعلي بقى اهو اسمع ده وانا بسمعوا الله يخليكو عشان فيه حاجة بس اسمعوا انا حذرتكم عشان اضعف الايمان اضعف الايمان هتلاقي 90 مليون مصر في الخليج هنحتل لكم هنحتل لكم بالبني قدمين بس فوقوا يا سوعدة فوقوا يا كويتة اعطوا مصر الفلوس اللي هي عايزاها سددوا ديوم مصر احسن لكم سددوها انت واقع بس انت خدت بالك من الصورة الورا سيسي ما هو انا بقولك بس انت مش شاهم انت اخوانا في الخليج الحمد لله ان لا ناو ينزل الخليج ولا عايز انزل الخليج خالص بس ايه كلمة لله يعني انت خدت بالك من الصورة الورا صورة السيسي انا بقولك سبحان الله يا اخي والله العظيم بقوا معلامة كده مؤيدين السيسي بقوا معلامة كده عارف انت بقى في تيب كده لمؤيد السيسي انت خيال ده ده بصوا صورة السيسي ورات ازاي جايب منين هو النفضة دي فوقوا يا سوعدة فوقوا نحتلوكم احتلونا ايه الناس دي بتفكر ما هو ده لو بيفكر وانا بقول للاخوة في الخليج الناموذج ده بيفكرش اسطني تحتلو مين انت فاكر نفسك داخل القوضة اللي جنبك في البيت يعني تحتلو من السعودية تحتلو مين انت يا تحتلو كويت هي او انتو عايشين فين انتو بتفكروا تحسينوها ازاي انت عشان معاك جيش جرار فاكر نفسك ده انت بتعاش تخش اسرائيل لجنبك قسما بالله ما تعرف تدخلها ده حرب اكتوبر اللي احنا طرعين بقى القلعة خدنا 16 كيلو تحتل مين انت هي الدول دي اعزب دي دول دي دول يا بويا ده انتو ناس غريبة جدا وده بقى جاي لما يجي واحد زي اعمال قديب يقول اعمال قديب يقل نفس كمتين دول هنحتل مش عارف ايه وهيطلع عليكم المصريين اه لما يتقل كده من واحد قائد رأي فتخيل واحد زي ده زي الموتور ده يقول ايه